سيطارة تدريجية على كورونا العام المقبل بهذه الكلمات خرجت منظمة الصحة العالمية تطمئن الجميع بأن القادم ولو تأخر أفضل من الآن حجتها في ذلك أخبار إيجابية متتالية عن نقاح موعود المنظمة الصحية أكدت أن العودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية أصبحت أقرب وأن اللقاحات ولو أنها لا تعني نهاية كورونا كفيلة بصحق المنحة وتجنب العزل العام لكنها أصرت على الحذر في التعامل مع هذه المعطيات معيدة توصياتها بالنظافة الشخصية والتباعد الجسدي الولايات المتحدة التي تملك شركتين طورتا لقاحين فعالين أكدت أن تسليم لقاح كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل يأتي ذلك مع وصول عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 13 مليونا توفي منهم نحو 270 ألف شخص أما في ألمانيا التي تجاوز فيها المصابون حاجز المليون فقد قالت مستشارتها أن ضوءا بدأ يظهر في نهاية النفق وأن اللقاح سيكون جاهزا قبل أعياد الميلاد نهاية ديسمبر محذرة من شتاء قاس بحجة أرقام الإصابات المرتفعة في بريطانيا طلبت هيئة تنظيم الأدوية تقييم اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وذلك لتوفير إمدادات مؤقتة في خطة نحو البدء في طرحه قبل نهاية العام كما لم تختلف النبرة الإيجابية في إسبانيا والسويد بل اختلفت المواعيد فبالنسبة للبلدين سيتوفر اللقاح للعامة مع انطلاق أول شهور العام الجديد هو صراع لاحتواء المرض وصراع آخر لإنقاذ الاقتصاد وبينهما لقاح موعود يبشر بعودة إلى ماض قريب تقارب فيه البشر وغابت فيه الكير